اول خبر معنا من فقرة بانوراما النهار هو مدبولي يشهد افتتاح معبد بن عزرة بعد انتهاء ترميمه بعد او فحو الخبر بيقول بعد انتهاء اعمال ترميمه شهد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء امس افتتاح معبد بن عزرة احد اقدم المعابد اليهودية بمصر يرافقه احمد عيسى وزير السياحة والاثار واللواء هشام امنى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وهالشي صار ضمن الجولة اللي اتفقد خلالها مدبولي عدد من المواقع الاثرية والتراثية يلي انتهت اعمال الترميم والصيانة في عقب افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة وقال احمد عيسى وزير السياحة والاثار ان مشروع ترميم المعبد تضمن اعمال الترميم المعماري الدقيق فضلا عن اعمال معالجة ودرق الخطورة لاسقف المعبد وعزل الاسطح بافضل اساليب العازل وتنظيف الاحجار ومعالجة واعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم الذي يتيح الرؤية البصرية للاثر بالاضافة الى صيانة منظومة الاضاءة بالكامل وتنظيف الوحدات النحاسية والحديدية واعمدة الرخام فضلا عن اعمال ترميم الزخارف الاثرية والمكتبة وعلى النقيد منلاقي مقابر ومعالم تاريخية اسلامية بيتم هدم بحجة التطوير العمراني زي هدم مقابر المماليك واسيد نفيسة وكذلك هدم مقابر الامام الشافعي وكمان مقبرة القارئ ورش ابن نافع المصري اشهر قراء عصره وتلميذ الامام عاصم وده في الوقت اللي بيتم اعادة ترميم وافتتاح مقابر الجالية اليهودية اللي هما ست افراد في مصر الخبر غريب شوية طيب الاغرب منه والخبر ده مبارح يعني التطورات اللي احنا بنحكيها دي يمكن متلاحقة بسبب صعوبة الخبر شوية يعني 31-8-2023 مصطفى مدبولي افتتح اعمال او افتتح معبد بن عزرة بعد ترميم طيب نرجع شوية لورا السنة اللي فاتت يوم تسعة تسعة الفين اتنين وعشرين بالتحديد عبد الفتاح السيسي قال لا مساس بالمقابر التاريخية والناس اللي لهم وزن في مصر كلام ده تقال في فيديو وموجود على اليوتيوب وموجود على صفحة للاستجمهورية قبلها بسنة في سنة الفين اتنين وعشرين وبالتحديد في شهر اكتوبر يوم اربعة وعشرين اكتوبر بدأ هدم المقابر الاثرية التاريخية اللي ممتدة لمئات السنين في مصر طيب في اختلاف لما نلاقي دلوقتي ان فيه ترميم لمقابر يهودية ما فيش مشكلة بس فيه ترميم يبقى المطلوب ان احنا نحافظ على المقابر والاثار الاسلامية الاخرى لكن اللي حصل ان الموضوع اختلف احنا بنهد التاريخ الاسلامي بالمقام الاول وبنطور بعض المعابد الاخرى اللي الجاليات بتاعتها احد افراد معدودين وموجودين في مصر لما دورت شوية في الموضوع بتاعت من المقابر والترميم وكده وصلت المعلومة مهمة جدا حابب اقولها لكم ان في سنة الفين وتسعة رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي كان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في وزارة الاسكان وبعدها بقى طبعا وزير الاسكان وهو اللي وضع لمسات مشروع حدم المقابر التاريخية يعني تسلسل الزمن بيقول ان مصطفى مدبولي في سنة الفين وتسعة وضع المشروع واقره وفي سنة الفين واحد وعشرين عشان الهدم بدأ من سنتين بدأ ينفذ في المشروع بتاعه يعني الموضوع مش اعتباطي يعني كل التصريحات بقى اللي بتطلع وتقولك ان احنا بنحفظ الاسلامية وان احنا مش هنقضي عليها وان احنا بنطور عشان نعمل كباري وان احنا بدعمل مش عارفين يعني كل الكلام ده في نهاية كلام للاستهلاك وفقط في مخطط يا جماعة قديم لهدم الحاجات دي بحجج بقى هواهية وحجج مختلفة ومش عارفين الاصل في الدول كلها انها بتحافظ على عصارها ايا كان هي ايه المحافظة على الاصار لان في النهاية هي دي اصولك اللي اجدادك بنوها وفي النهاية هما دول العلماء اللي قامت عليهم الدعائم بتاعة الدول فبالتالي ما ينفعش ان احنا نهدم التاريخ ده باي حجة ايا كانت الحجة دي حتى لو قلنا ان احنا عايزين نعمل كبري علشان نعدي من فوق المقابر عشان نسهل حياة الناس زي ما السيسي قال الكلام ده بالمناسبة قبل كده وقالك ما تقوليش حرام لما اجا هد المقبرة واعمل كبري طبعا دي مغلطة كبيرة احنا مقناش كده خالص احنا بنقول ان ممكن يبقى في حلول اخرى غير هدم المقبرة علشان نبني فوقها كبري